اشتركوا في القناة السرطان للمرلة الثانية وايضاً يشاركنا الحديث الصديقة العزيز عمر جبريس هات صباحكم صباح خير كيف أصبحتو الحمد لله أول شيء كل عام أنتم خير ورمضان مبارك عليكم علينا وعليك ان شاء الله فادي يعني أصدق ملهمة أصدق أنا حكيت أنها زي الأصص الخيالية هي بالفعل مثل الأصص الخيالية بالعادة الفيلم بنعمل عن حالة وحدة أو مرة واحد الشخص تحدد السرطان لكن بحالتك أنت تحدد السرطان مرتين لو نتعرف على فادي فادي شو بيدرس مين هو فادي تفضل صباح الخير أول شيء سهل صباح أنا اسمي فادي طبخنا وبدرس في جامعة برزيت خاصة كلية التجارة أصدق لشيط أن المرض كالسرطان بالنسبه لفادي هو ليس هذا الشيء كما فكروا الناس نعم هو أنا حابق أصله بطريقة أبسط بطريقة أسهل في وعي أكبر نعم وأكيد الناس عندما يسمعوا منك هذا الحكي كشخص جرب هذا الشيء سوف ينظروا للموضوع بصورة أو من منظور آخر مزبوط البني آدم عندما يجرب الأشي تعرف عليه أكثر نعم يحدث أنا مثلا مني وعلي أنا لم أكن أعرف كثيرا شغلات صارت جوه المرض كنت أفكر أنه كنت مأخذه في جهة وطلع أنه له كثيرا بعض يعني فيه شغلات كثيرا ما يكون البني آدم يعرفها صح وطبعا أنت جاهب اليوم معك صديقك عمر صديقك المفضل عمر أكيد أكيد عمر من من عزل أصدقاء وإحنا شفنا كيف ضمنت معه وكيف عمل حملة وكثير وقف معك كصديق تفضل عمر عرفنا عن حالك عمر جبرة أنا خريت جامعة بيرزيت دارس ماركتينج ومنحكي إذا نحكي عن الحملة وكيف أنا وقفت معه ومنحكي أنه أمر ما كان الجهود اللي كنا نعمل مع فادي كان جهد فردي كنا نعم أصدقاء اللي كانوا معه من أيام المدرسة ما بينكوا سينا والأصدقاء والأصدقاء من أول يوم قرروا أنه لابد أن نكون مع بعض بما أنه هذا الأشي بلش معنا من أيام المدرسة فبنا نعيشوا كلنا مع بعض فخلص لا يعني ما بنقدر نحكي أنه مثلا عمر عمل أشيء لحاله وصحابه التانين ما عملوا أشيء كنا كل الأشي بدو يصير بخش سفادي حتى لو مثلا لو فرضا كان هناك مشكلة أو أي شيء الشخصي لما يكون الموضوع يدخل بالفادي لا خلص كلنا مع بعض تنحل يعني كذبتها هكذا هكذا عمل خير فينا نحن فادي لو هكذا أسألك كيف بدأت معك المرض طبعا أنت تشخصت بمرض السرطان مرتين متى كانت أول مرة هي بدأت القصة معي يومما أنا كنت في المغرب كنت في بطولة بلعب كرة قدم مع منتخب فلسطين لأنه صار فيه زي وجه في الجير على أثر للوجه منقلوني على المستشفى من هناك قلت القصة كانت تاريخ 2011 شهر سابعة تعريبا وبدأ القصة بدأت مشكلة للوجه بدأت بلشت أنه هناك مشكلة في الجسم بس إيش هي ما كان السماعروف هلأ هم الدكاترا بشكل عام لما رحت كتير دكاترا بدأت وعندهم مشكلة في اسم التهاب رضا هاي المشكلة عندهم إياها زي ما أخذ برد بزي زي ما أخذها كامول ديما عايشة صعب يقولي إنه التهاب أي شخص أي دكتور يقولوا عليه بأي التهاب هلأت هاي الكلمة هم أخذينها إنه خلاص إنه أي شيء بصير معكم التهاب التهاب بلشت تكملت لحد ما إنه مشينا فترة كثيرة طويلة إلى شهر تعريبا ثلاثة في 2012 مرأة كل هالفترة هم مش قدرين هم مش قدرين هم مش قدرين ما بيعرفوا كله التهاب رضوا وكل واحد بيكي إشي بسيط حتى في حدا منهم اللي بتقدر بترجع تكمل لعب رياضة عادي فيش أي مشكلة هذا يخلى الإشي يتفاكم أكتر أنت كملت أنا كملت كنت قادر تكمل كذلك طيب لا أنا هلقيت إنه أنا بحب إنه متعلق بالرياضة كتير وحخاص صبرت القدم يعني إنه فترعب مع المنتخب أكيد مع المنتخب مع النادي حتى بين صحابنا يعني كلنا يعني لشوش سبحان الله كيف الصدفة يعني اكتشفت هذه أو هذا المرض يعني بأكتر الشغلة بتحبها بالحياة يعني بالرياضة وما كان شون حتى كان في المغرب نعم مضبوطي بلشتهم في المغرب أول شي شخصوا الحال إنه عملونا عملية زايدة عملوك زايدة آه بلشت إنه أصوت مشكلة في الأمعاء كما نعملت كما نعمل عملية في الأمعاء وما بعدين بلشت شوي شوي تفاق موصلح ما صار فيه الوضع غير يعني خلاص مش طبيعي صار غير محتوى نعم نعم الدكتور زايدزايد مني الدكتور من الدكاترا زايد فقولي خود اعمل هاي الصورة نعم فعملنا الصورة فأنتفاجأ هو بالصورة لي أغوصلت فقاللي احنا نضطرين ثم روحيني بكيلي اقولي شي انو كيف انت وهيك اقول تمام يعني بكيلي يعني يابل الدكاترة شايفين انو في عندك كتلة اوه انو هادي انو شو يعني كتلة فقالي يعني عندك ورام انا كنت لسه فترة توجيهي يعني يعني انو كنت بعدك بالمجرس مش كتير ما بعرف انو عايي الشغلات احت بقولك انو انا بالنناس يعني كنتش حتى قابل واعي انو سرطان فقالي انو يابا انت معك سرطان انا كنت اصلا لعب كرتخدام فانو كل شي باخذ بالريح ريضي فانو قلت له سرطان طيب شو يعني risque احب الرشح برشح اقلت له شو يعني قالوه بحكيي انو عادي اقلت له عادي يعني سرطان هي صدمة بتكون الاكبر للاهل اكيد اهل اهل اكيد انا انا احنا كنا بالمدرسة واجتنا الخبر و احنا كنا يعني لسه لنا دخول بتجريبي يعني كان وكانش فايدي موجود معنا كنا نحن بالصف و أنا دخلت على الصف متأخر كان دائماً دائماً على الثماني أنا جاء ثماني وعشر دائماً كاعدتي متأخر بدخل على الصف وجد المدير يعج الصف عم يحكي مع الطلاب وكل الطلاب وجهها مش بالمرة يعني مني فتخيليش قديش كان مثلاً كأنه اليوم كله كامل ولا حصة بس كل الشباب عم تحاول كانت صدمة يعني بالنسبة الضبط، استوعب شو اللي صار فينا طيب، وبعدين؟ بعدين ببلش مشوار الألعاز الضبط، كما نقول، ثلاثة على مركز الحسين للسلطان في عمان لأنه كانت الحالة يعني يعني زي ما تقولي أي مرحلة كانت واصل هي كانت مرحلة متأخرية فالأمل في الشفاء مكان كتير كبير عشان هيك ملشت فإنه هم يحطوني تحت الامر واقع بس أنا للناس اللي أنا بحب التحدي هاتي أنا بمعنى أنك رياضة أكد تهم التحدي صح فأنا أنا بحب أخذ الإشي بتحدي فأنا قلت أنه هات تحدي وأنا لازم أمشي فيه ومش رح أوقف صح فأنا بلشت التحدي ومشيت القصة هلا من أول ما مشيت، من أول يوم لليوم من هذه القصة من 2012 يعني تقريباً لليوم وفي ناس معي، في ناس حوالي في ناس يعني إحنا واحد إحنا كلنا نصبنا فيه مش فادي صح، صح، هو أف معاك ودعمك أهلي وأصحابي، أكيد أهلك وأصحابك، كيف كانت عامل أهلك مع الموضوع؟ أولاً هم بأي مريض لأي مريض لأي مريض، لأي مريض بس أنا بالنسبة لفادي يعني أنا مش بس لأهلي، أحب أحكي للجميع أنت بتقدر تتحكي لي أنه أنت معك سرطان هذه الكلمة في ناس كتير بخاف منها بصير يحكي لك المرض هداك المرض هداك طب ليش؟ عادي، اسمه سرطان اسمه عادي، اسمه سرطان سرطان، لا يوجد أي مشكلة صح لا أخوف وهو أنا أعتقد أنه نفسياً مهم أنه يجد الواحد حول أصحاب والأهل هذا أهم شيء يعني أنت عايش في بيتك إذا أهلك ما كانوا دعمينك وما كانوا محسسينك أن الأمور عادية وأن الواحد تحسن أكيد هذا الشيء ممكن يؤثر على نفسيتك وممكن يهبط من معنوياتك لكن أنا أعتقد أنه الله خلي لك أهلك اللي وقفوا جنبك والله خلي لك أصحابك أيضاً اللي طلعوكوا بها المعنوية وبها النفسية القوية ما هو هل قدت أنا بحب أحكيني أنه هم أهلي وصحابي صح أنا دائماً بحكي أهلي وصحابي بس هم بتدري تحكي أهلي وهم عائلتي الثانية اللي هم أصحابي أهلي وأهلي يعني هم أهلي كلهم مع بعض بس عشان الناس يكونوا عارفين فإني أنه أنا من قبل ما أبلش من قبل ما أبلش لحد ما مرضت لحد ما خلصت لها لأتعاملهم ما يختلف هذا الإشي اللي بميزهم يعني فأنا بحب أحكي أنه هلأ أهلي وصحابي لو كل مريض عندهم أهلي وصحابي كما بيضل مريض موجود يعني صح أكيد هذا الفضل أول شيء لرب العالمين أكيد أكيد يعني الفضل لرب العالمين وأنا بني آدم بقام يعني في ربنا بقول إنه طول ما أنت مع ربنا ربنا رح يكون معك صح صح أكيد فخلص أنه بلشت على هذا الأساس ومشيت ومشيت وبعد أن كملت وجيهي أنت بعد المرة الأولى حكوا لي وقف أهه في ناس أنه قالوا لي وقف حتى أنه من أهلي أنه كان فيه حتى بين أصحابي أنه فيه ناس أنه لا خلص إذا بدك أن تريح يعني فأنا قلت لهم لا أنا زي زي أبنا دم طبيعي ليس رح خلي السرطاني يواقفني عن أي شيء وكنت عم تأخذ العلاج وكنت عم تأخذ العلاج أصبت العلاج كان ماشي وحتى الفصل الثاني محضرت كثير يعني منه لأنه كانت أول العلاج وشوية كان فيه يعني العلاج شوية بكون أولها أكثر أهه مكتب مكتب مزبوط فأنا قلت لهم شرح أوقف أنا بدي أكمل في التوجيهي وشي يعني خين أجرد يعني خين أجرد يعني خين أجرد شهر واحد لديك فأنا مش خسران إيش يعني أنا راح خين أجرد بعدين أكمل مشيد في التوجيهي والحمد الله يعني ثلاثة معدل ثمانية ثمانية مصر أعلى مني أعلى مني أعلى مني أعلى مني أعلى مني أعلى مني بالفيزياء تسعة تسعين سألازم بالفيزياء تسعة تسعين سألازم ما شاء الله يعني وهذا وأنت كنت وقتها عم تتعالج يعني عم تتمر خلينا نحكي ما بدي أخوف الناس بس هاي من المرحلة من المراحل حياة الصعبة جدا يعني الواحد بتكون حتى نفسيا أكتر تعبن مهو جسدية أنه خوف فكرة أنه ما زبطش في التوجيه أوصاء التوجيه ما كانت تشنيح فإنه رتاح بتعيد المرتين يبقون كلنا معك فإنه كان هو مصر وكان يقدم مرات في المستشفى صحيح مرات كان يقدم في المستشفى مرات كان يقدم في المستشفى فكنا إحنا كنا خايفين كثير أنه ما يزبط له بمستشفى وجوه وفيش حدا معه حتى البناي أذن حتى لو نحكي ما غش يعني ما غش حتى لو ما غش بس جنبه حدا بلتح نفسيا بحكي أنا ويوح ما شو مزبطين مع بعض أولا ويوح مزبطين مع بعض مع أنه كنا نروح له على المستشفى بعد المتحان تابعنا أنه نخلص المتحان ونروح له بس كنا نخاف عليه أنه ما يزبط وبعدين السنة الجاي سيحكي خلاص ما هي مزبطتش أول مرة آه ويهبط معنوياته وما يكملش في الموضوع رح جاب أعلى مني طبعا هو بعشر بس أعلى مني مهم أعلى منك طب بعدين فأدي دخلت الجامعة رجع نفس الموضوعات كرار رأتي قبل فترة الجامعة كانت في وسط العملية هي كانت تقريبا زي ما بتقولي الفترة المحورة أنه صار أنه هاي هي راح تحدد يعني أكتر شي كان أنه بتحدد هي العملية قبل ما أدخل قبل ما أدخل هذتي كان في أنه أنه حكولي إحنا متأسفين إحنا مضطرين أنه إحنا نقطع الإجار كانوا أنه خلاص أنه ما في دخلت على العملية على أساس أنه هم راح يطع الإجار آه قلت لما صحيت بعد البنت فأنا طلعت أنه الحمد لله أشهد أنه الحمد لله أنه الحمد لله بس حركت أنه ما تحركت أنه موجودة بس فأنا فلما دخل الدكتور فأحكى أنه الحمد لله تشيل الورام أحكى أنه أحكى أنه أحكى أنه أحكى أنه أحكى أنه مع العلاج ومع كل شيء يرجع طبيعي والحمد لله الحمد لله الحمد لله كل شيء يعني أنا قلت بالبداية ورح أرجع أقول هذه القصة عن قصص الخيال لأنه أنت ليس مرة مرتين فادي المرة الثانية كيف تم تشخيزك فيها؟ أنا أعمل بعد أن أخلصت أول مرة أعمل متابعة دائما بالصور في يوم الأيام حتى كنا كنا في الرحلة كنا كنا في الرحلة مع الجامعة لأنه بنفس اليوم تخرج النتيجة فإنه حكيت مع أبي بنفس اليوم فإنه كيف النتيجة فإنه أقول لأبو يلاقي كتير منيحة أه ما أحب عشان كنت في الرحلة أه فروحت فإنه التاني يوم لازم نشوف الدكتور مع أنه إذا كانت منيحة لا نشوفه فإنه فوصلنا قبل أن نخرج عند الدكتور فإنه هم شايفين زي كتلة أو نقاط عند الرئة فإنه قلت له أنه قلت ليش لا كتلة ولا التهاب ولا شيء حتى لو كان سرطان إحنا زي ما حربناه أول مرة وقدرنا أنه نغلبه راح نرجع نغلبه إن شاء الله كمان مرة ثلاثة للدكتور رجع عدلي نفس الكلمة قلت له دكتور حكينا قبل هيك إنه هذا إشي خلاني مش أضعف خلاني أقوى أكتر خلاني أقول إنه فيه تحدي جديد فيه إشي جديد مش راح أضعف مش راح أضعف لأنه أنا قوتي من قوة أهلي من قوة أصحابي إحنا قوتنا كلنا واحدة إحنا مثل جسد واحد صحيح كلنا ماشيين في هذا الطريق أنا إذا بدأ أقول إنه لا إنه أضعف شوية هم كلهم راح يضعفوا بس أنا كنت أخذ قوتي أصلا منهم صحيح وكلكم ماشيتوا مع بعض بهذه الطريق كلنا ماشينا مع بعض بعد ما خلصت أول مرة هي أول مرة لما خلصت أصلا كانت يعني الدكاتر كلهم تفاجأوا كيف التحسن بعد العملية وخدت الشعاعات يعني بعد الهاد كانت إنه كتير تفاجأ إنه حتى الدكاتر وكلهم فلما رجع كانت مفاجأة كمان لل دكاتر نفس الإشيات دكاتر كمان تفاجأوا كمنا إحنا مع بعض فادي بس يجوا الناس يشوفوه بفكرا بس هو يعني إنه فادي صحيح إنه فادي هو هذه القصة فادي وجماعاته يجب أن نتحدث يجب أن نتحدث يجب أن نتحدث هناك أشخاص أهم من فادي هم هو فادي أخر واحد فيهم في قبل فادي في أهله وفي صحابه صح هم هذول زي ما قالوا يعني تقدر تقولي الأساس صح فادي بعدين أنت شعبيتك يعني ما شاء الله في الجامعة وقتها عمر أنت اللي أطلقت الحملة في الجامعة هلأ حكيت لك من الأول إنه ما في إشي كان اسمه جهد فردي كانت الفكرة نحن نفكر فيها لا أمكن أنا اللي أنا اللي بلشت فيها على الفيسبوك ما كانت فكرتي لما أنه أنا كنت يعني لسه في عندي أكتر معارف في الجامعة فكنت أنه لما تبلش من عندي عم تعمل جو أكتر فبلشناها وكلنا نشتغل الموضوع صح أتذكر أنه كان الإشي بالهدف منه مش أنه نعمل شعبية أكتر أنه ما ندعمه كان لما فادي يكون مثلا مش عينه هون في عمان نكون كلنا نفسنا نشوفه مش كلنا نقدر نطلع له نحاول أنه نوصله بطريقة معينة أو نبسطه بطريقة معينة فكان لما يسمعه خبر أنه في إشي في البلد هون عم يصير لفادي كان ينبسط كثير طبعا فكان من الأشياء اللي نعملها مثلا أنه هيتجمع عارفة من فادي هيتجمع عارفة فادي شو عم يعمل يعني بما أنك عم تعمل إشي مش أي حدا قدر له إشي كثير مميز خلي الناس تكون عارفتك صح فكانت هاي فكرتنا من الموضوع وهذه الحملة لقى صدق كثير كبير أنا على مستوى طلاب جامعة برزيت على مستوى حتى الناس يعني فيرم الله خلينا نقول مش فقط على طلاب جامعة برزيت كانت حملة كثير كبيرة وأكيد أثرت فيك كثير صح هلأ هي أثرت فيه أنا بحب أشكر كل طلاب جامعة برزيت وبحب أحكي لهم أنه هم دعموني كثير وهم الأول اللي كانت فيي هم سبب فيها وهم جزء من هاي القصة القصة اللي صارت قصة النجاح يعني هم جزء مهم كمان وهذا بدل على الوعي كم هم واعين وكم هم عندهم فكر وكم كيف يقدروا يساعدوه صح وقدش عندهم تعاطف وحب لبعض لطلاب جامعتهم يعني هذا الاشي خلاني أحسن أنه إحنا جامعة أنه واعية وكم إحنا جامعة أنه إحنا مع بعض يعني حتى أنه داما بقول أهل وصحابه بس أنا بشكر كل واحد يعني دعمني بمساج أو تليفون أو حتى دعوة كانت فإنه هذا كتير إشي دعمني وأواني يعني صح وزي موقتلك إحنا يعني جسد هي كانت زي عيلي كبير كبير صح هي محاربة جماعية خلي صحيح كانت تحنا كلنا معركة جماعية هلأ هو على الفيسبوك تقدر تحكيه أو فعلا هم ما بفتح فيسبوك حاليا لأنه أنا هلأ زكرت لما حكى أنه كانوا بعتوري مسيجات تعرف اللي تفتع بيعني جد بش طبيعي رسائل آآ رسائل يعني كتير الناس بعتبروا مصدر إلهام هلأ فادي أنا كنت أشوف ناس جد ليش من فلسطين عموا حط صورو يحكيوا أنه فادي إن ريد عيلي اللي صليله إلي حط صورو حتى في ناس بسيحيين كنوا حطين صورو يعني كتير ناس حطين صورو في كل مكان وفي كتير ناس ما كانوا يقدر يوصلولو كان يوصلوا لي أنا يوصلوا لأصحاب تني إنه طميننا عن فادي أحكي لفادي إنه حابب أحكي معه شوي أفهم منه يحكي مثلا كان عندي ابن عمي كان معه سرطان حابب خلي يفيدنا شوي فكان كتير ناس حوليني وصلولو بس إنه يعرفوا مصدر القوة يوخدوا منه إنه تجربته يستفيدوا منه فهلأ صار مشهور وبدتروا عدة فيسبوك بدتروا عدة فيسبوك لا يصار إنه الفترة في المرة الثانية في الزراعة بتكون يعني أنت أصلا تمرأ في شغلات بتكون صعب أصلا تعمل شغلات طبيعية يومك مثلا تختلف طبيعة روتينك تختلف الزراعة تختلف هي أول مرة بحكي عن الفترة الثانية وأنه حتى في فيلم صار فإنه قبل ما أطلع بالزبط عمان كنت بخلص فيهم يعني العلاج الجزء الثاني ما حكيت عنه هذه أول مرة تحدث عن علاجك طبعا فادي لو نعرف أنه تم العلاج أنت نهيته نهائيا الحمد لله هذا أكيد بفضل ربنا الحمد لله وأول شي بقدر أقول أنه ربنا أدى على كل شيء صحيح ويعني تقدر تحكي أنه نقول أهلي وصحابي أهلك وصحابك الله يخلي لك إياهم يا رب يعني أهلي صاحبك جاي معك على المقابلة جاي يدعمك وجاي يوقف معك حتى يعني بعد ما خلصت المعركة وخلصت يعني خلينا نحكي هالمرحلة ليس مرحلة سهلة يعني لا نستطيع أن ننكر أنها مرحلة صعبة بمراحل حياة الشخص لكن أكيد كل الأشخاص اللي عم بيحضروك أنت بالفعل مصدر إلهام لهم ليس مرة مرتين يعني أنت تتحدث المرض مرتين يا فادي هلأ هناك شيء أنا أحب أن أقول شيء دائما أنه أقول شيء أننا مستعدين هلأ هذا الأشيء أنا لم أتحدثه فيه الشغلة أنه أهلي وصحابي وأنا نحن مستعدين للمرض مرة وثنتين وألف الله يبيد عنك الله يبيد عنك سنكون كل مرة والحمد لله يعني كل مرة بيجي هلأ أكيد شرطان حظم يقرب عليك أنا تأكد أعند مريض سرطان بجوزن هلأ أكيد أو أزهق أو أزهق لا الله يعطيك الصحة بالعكس لا تفكر بها الطريقة بالعكس فكر كيف أنت ممكن تفيد غيرك لا أكيد أنا أكيد أنا أحب رسالتي توصل للجميع أنا أحب الجميع يعرف قصة فادي صح يعني الأطفال الزبط كثير يعني قصة مثل هذه صدقني كلمتين منك ترفع معنويات الأشخاص كثير يعني يشوفوك هلأ أنت جاي يطلع على التلفزيون وقدر عام تحكي وعام تحكي تجربتك ليس كل شخص قادر يعمل هذا الشي بالضبط لا ما هو أنا بدي أوصل رسالة إنه إنبسط السرطان هلأ مزبوط هو ليس كثير يعني لا شيء سهل صح فيها صعبات بس ليس مثل ما الناس بتخيلوه إنه كثير لا هو إن الفترة هيصار زي أي مرض زي الفلاوانزة تقريباً يعني كثير بالضبط الحلو في فادي إنه عم يحاول يوصل هاي الرسالة للجميع إنه المرض مرض بس لما يكون عندك نفسية قوية بطل مرض يعني طول ما أنت عندك نفسية قوية وإنت مش عم تحكيت أنت إنك خلصاً عزلت لحالك عم دايماً متضايق بالعكس هيك كسبت شعبية كسبت أصحاب لما تعيش حياتك حتى أنت مريض وما تطلع أنك أنت مريض ما تشوف حالك أنت أنك مريض كثير أنت بتساعد مرحلة العلاجة العلاج تلت ترباعه نفسية فإن نفسيتك منيحة أنت هيك تتحسن وفعلياً معلومة كثير مهمة لحب أحكيها إنه دايماً نفسية فادي كانت منيحة منه هو كان يفكر أنه نفسيته منيحة منه هو من ذاته كان بالضبط أحكي لكم أنه أهلي وأصحابي أهلي وأصحابي أهلي وأصحابي ويحب دايماً يحكي هاي الجملة لأنه هي أكتر إشفاده ولكن فعلياً كما قلت أنت كانت الصدمة الأولى إلنا إحنا مش إلوه أول ما عرفنا بالموضوع أول ما عرفنا به المرة الثانية كانت لسه أكبر بكتير المرة الأولى لأنه كانت خيلي كما فرج ما أصدقنا وهي تخلاص لا أردتها رجعت فكان نرنع فادي مثلاً للمرة الثانية أنه تحكي معه إيش وكيف أنت وطميني عنك وتحكي معه شو شو بهدايا وأنك أنت لسه خايف على الموضوع فيقول لك هو لا يا كبير وعادي ورجع هم نقدر له كمان ما فكان هو اللي خلينا نقوى أنه نقويه كانت هي إزاي حالك المتبادل أنه ما بتقدر تقوي لحالك وهو ما بقدر يكون قوي بدونك ولكن عندما ترن عليه خايف وحزين لا يعرف ما تحكي له لا يعرف ما تحكي له بالضبط يجب أنه يتخوت يتحدث لك لا يعرف شيء عادي لا يتحدث للمرة يأتي فإن تغسل عنك وتطعب تنسى موضوع كله يعني كل المرات كل مرة مثلاً شهر ما نرن عليه لأنه كان ما يخذ فترة علاجه ونايم صل المدة نقرر خلاص لأنه هي ساحلنا نحكي معه نرن عليه أساسنا كيف سريزة لا يعرف شو لا تتحدث للمرد ديئتين ديئتين نتحدث لأنه تتحدث مباراة تنسى الموارد كلياً هذا الشيء اللي كان كثيراً حلو في الموضوع ما كنا نتحدث معه أنه فادي مريض صحيح كان نتحدث معه فادي صاحبنا وصاحبه حتى ما له مع التعامل المميز بالمرة يعني زينة زيو زينة زيو يعني فادي أنا للأسف أن ده همنا الوقت بالفقرة يعني ياريت لو الفقرة ساعتين ثلاثة نسمع قصتك كامل بالتفاصيل لكن أول شيء أحب أهنيك على عائلتك وعلى أصدقائك وعلى جميع اللي وقفوا معك وألف مبروك يعني هذا المرض اللي أنت طلعت منه موش شيء سهل أنا بقول لك أنت بروحك بمعنويتك العالي أنت قدر توتي عليه وأنا متأكدة أنك ستكون مصدر إلهام وأنت فعلياً مصدر إلهام لكثير من الناس أنا بس إذا بحب أوجه كلمة أخيرة طبعاً أكيد إنه البني آدم إذا حط إشي في رأسه بعمله صحيح ما في إشي اسم مستحيل خليت أنه خليك مع ربنا دائماً وربنا راح يكون معك لكل حدا مريض صحيح لكل حدا مريض بحب أحكيله أنه خليك أيش حياتك طبيعي ما تخلي المرض يسيطر عليك أنت كون تحكم فيه صحيح وعيش حياتك زي ما هي حيش حياتك طبيعية عيش حياتك بدون يعني مزبوط أنت معك مرض خليه قطل المرض حياتك ما هي عادية يركز على العلاج وأتمنى كمان من الأطباء والدكاترا أنهم يشخصوا يكونوا أكثر حذر لا ليس بس أنهم يعطوا كمان وقتهم للمريض ويعطوه وقته وعشان والتشخيص يكون أحسن وعشان يتعالج أسرع يتعالج أحسن صحيح هي أهم نقطة صحيح هي أهم نقطة أنه بدأت التشخيص عشان ما تتفاقن ما تتطور صحيح كانت تجربة حبيت تجربة حلوة ومشيت فيها وبدأ أقول أنه أنا أنا مريض أنا لا أريد أن أعيش لا أنا أريد أن أعيش أنا أريد أن أعيش حياتي طبيعي أنا كل شيء أريد أن أذهب فيه كل شيء زي أول مظبوط فيه مرض إلى وقته بس حياتي برضو إلى وقته ورح نمشي وهذا الشيء اللي خلاك تتحدى المرض يا فادي إلى المرة التانية تمام بس آخر شيء هم قالوا أنه قاهر السرطان لا أنا أحب أعدلها هاي نحن اسمنا قاهرين السرطان قاهرين السرطان صحيح لأنه أنا ليس لحالي صحيح وبهنيك على عائلتك وعلى أصدقائك وعلى نفسيتك وروحك القوية روحك الرياضية خلينا نحكي بأنك أنت رياض وشكرا لإلك يا عمر وإن شاء الله نضلكم دائما مع بعض ودائما بها القوة وها الابتسامة ونسمع أنك أخبار حلوبة دائما الله يحب لك شكرا لك شكرا لك شاهدين شكرا لك